موسيقى ومعنا نصف لمونة ومعي معلقة كبيرة من المايونيز ده انا عاملاه في البيت ان شاء الله هبقى اعمله معاكم في فيديو ومعنا هنا ربع كوب من حليب اللوز بلاش نستعمل حليب سمسم ولا حليب جوز الهند لاني نكيتهم عليها معي معلقة كبيرة من سكر تروبيكانا او سكر ستيفيا وخل وملح وفلفل اسود هنجيب دلوقتي بولا وهنحط فيها الكرومب او الملفوف ونحط برضه الجزر احنا هنخلط كل المقونات كلها مع بعض وهنحط عليها دلوقتي معلقتين كبار من الخل وكمان هنوصر نص اللمونة وهنضيف دلوقتي ربع كوب من حليب اللوز زي ما قلتلكو بلاش حليب جوز الهند وكمان بلاش حليب السمسم اللي نكيتهم علي قوي هنحط دلوقتي كمان معلقة المايونيز وكمان السكر وهنحط دلوقتي الملح حسب التزوق انا هحط حوالي ربع معلقة صغيرة من الملح ورشة من الفلفل الاسود ودلوقتي هنقلبهم كده مع بعض بالشكل ده بتكون خلاص كده السلطة جاهزة معانا بس ندقها علشان نشوف الملح مظبوط او لا هي كده تمام قوي هنجيب دلوقتي الطبق اللي احنا هنقدم فيه وكده خلاص بتكون جاهزة معانا ان احنا نقدمها صلطة الكلوس لو دي انا عملاها مع فيديو تاني بس محبتش يكون الفيديو طويل فقدمتها لوحدها وده كان فيديو النهاردة طريقة عمل صلطة الكلوس لو مناسبة للكيتو دايت اذا عجبكم الفيديو اشتركوا على القناة فعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد من فيديوهاتي ما تنسوش اللايك والشير وتعليقاتكم الجميلة وبالفهان وعافية لے شكرا